بينما أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري أن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي قد أوقف تنفيذ قرار تحويل حلبتش الشهيدة إلى محافظة وطالب برواري خلال التصريح الخاص لقناة زاكروس أن تعمل الحكومة بجدية في موضوع إعلان حلبتش محافظة ليس فقط على المستوى القانوني بل حتى على مستوى التخصيصات المالية تحويل حلبتش إلى محافظة هو كان قرار من مجلس الوزراء أقليم كردستان وتم تحويله إلى مجلس الوزراء الاتحادي وتم مناقشته وتم الاتفاق أنه يعرض على مجلس النواب لكن في وقت سيد الدكتور العبادي طبعا تم إيقاف هذا القرار بشكل شخصي فحاليا الوضع يعني مساعد بتصورنا ممكن رئاسة مجلس الوزراء تقوم بتحويله إلى مجلس النواب من أجل يعني قرار هذا الشي وبالتأكيد فهذا رح يسبب منجز لأهل المدينة وممكن يساعد في التخفيف من معاناتهم وإبداء يد المساعدة في التعويض عنه فنتمنى أنه تحويل حلبشة إلى محافظة ووضع موازنة خاصة بها وخاصة هل لازال عندنا الكثير من الضحايا اللي يحتاجون إلى رعاية نفسية ورعاية الصحية خاصة بهم وهذا رح يكون جزء ودافع لتقوية أواصر المواطنة بالنسبة للمواطنين في مدينة حلبشة نتمنى أنه يكون هناك مراعاة لهذا المبدأ طبعا نحن لا ننكر أنه عديد من المحافظات العراقية بحاجة إلى برامج خاصة في موضوع الإعمار وموضوع الخدمات وبالتالي محافظة حلبشة واحدة من هذه المحافظات اللي ممكن نسمي عليها ضوء أكثر في موضوع توفير الخدمات بعد تحويلها محافظة بالتأكيد